بسم الله الرحمن الرحيم أعدنا لنكمل سلسلة حلول تمارين الكتاب المدرسي رياليات لسنة الخامسة ابتدائي والآن لنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حلول الكتاب المدرسي رياليات لسنة الخامسة ابتدائي الدرس الثاني عشر أضرب في عدد بثلاثة أرقام الصفحة خمسة وعشرون نبدأ بأكتشف أكتشف ماذا تقول هذا وصل طلب وضعه مدير مدرسة لتجهيز قاعة المطعم هذا وصل طلب أو هذا ما طلبه المدير لتجهيز قاعة المطعم لديناها هي قاعة المطعم وأعطانا جدول الجدول هنا هو عبارة عن الوحدة وهي الطاولات الكراسي والصحون أو اشترى المدير أو المدير المدرسة طاولات كراسي والصحون ولدينا الكمية ثمن الوحدة المبلغ والمجموع لدينا واحد واحد ماذا يقول أحسب بسرعة ثمن الصحون أحسب بسرعة ثمن الصحون أي بدون العملية العمودية ثمن الصحون سيكون عبارة عن عملية ضرب لماذا؟ لدينا الكمية الكمية ما هي؟ لدينا ألف وبكم الصحن الواحد؟ الصحن الواحد بـ 45 دينار هنا ستكون عملية ضرب ألف في خمسة وأربعون ويساوي قلنا عندما نضرب عدد في عدد عبارة عن عشرة مئة ألف عشرة ألاف إلى آخره لدينا واحد سفر 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 الآن نكتب هذا الهدد كما هو خمسة وأربعون خمسة وأربعون الآن كم لدي من صفر؟ لدي واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أصوار نكتب واحد اثنان ثلاثة أصوار أي خمسة وأربعون ألف خمسة وأربعون ألفة ماذا؟ يجب علينا كتابة الوحدة دي نار أو دي أ دينار الجغير أي دينار الجزائري هدينا الآن نكتب جملة الإجابة جملة الإجابة هي ثمن الصحون هو ثمن الصحون هو خمسة وأربعون ألف خمسة وأربعون ألف ألف دينار نستطيع أن نكتب دينار هكذا باللغة الفرنسية وتعني دينار الجزائري أو بالعربية دينار هكذا ثمن الصحون هو خمسة وأربعون ألف دينار الآن إثنان إثنان أحسب ثمن الطاولات أفقيا أحسب ثمن طاولات أفقيا الآن السؤال الثاني السؤال الثاني قال لي أحسب ثمن طاولات أفقيا لنرى أولا العملية العملية كيف ستكون ستكون لدينا الكمية الكمية أو إشارة واحد وثلاثون طاولة واحد وثلاثون طاولة وثمن الطاولة الواحدة هو ثلاثة ألاف وثمن ما كيف نجد ثمن؟ هنا سنقوم بعملية الضرب ويساوي ويساوي هنا نكتب النتيجة نتيجة طبعا ستكون بالدينار الآن قال لي أحسب ثمن طاولات أفقيا لا أستطيع القيام بالعملية هنا لذا سنحلها على طريقة على طريقة أمين أو في الدرس السابق وهو الضرب في عدد برقمين الدرس الحادي عشر والصفحة أربعة وعشرون أعطونا طريقة لحل عملية الضرب أفقيا وهي بالتفكيك بالتفكيك ووضع مخطط هنا نبدأ بوضع المخطط نضع المخطط هنا الآن هذا المخطط أمامي لنرى هذه الآدات لدي 31 لنفككها نفككها فتصبح عبارة عن ثلاثون وعبارة عن واحد ثلاثة ألاف وثمانون نفس الشيء نفككها ثلاثة ألاف ثلاثة ألاف وثمانون ثلاثة ألاف وثمانون الآن نقوم بالضرب هنا نضرب نضرب مال ثلاثون ثلاثة ألاف من يعطي للنتيرة بسرعة؟ أحسن هنا كيف نعطي النتجة بسرعة الردد Jeśli ثلاثة ألاف سنغطي سنغطي الأصفار فتبقى لنا ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تساوي ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة الآن نكتب باقي الأصفار لدينا ثلاثة أصفار لثلاثة ألاف والصفر لثلاثة فتصبح تسعون ألف نفس الشيء هنا ثلاثة في ثمانماء ثلاثة في ثمانية ماذا تعطينا؟ تعطينا أربعة وعشرون ثم نكتب الأصفار نكمل بكتابة الأصفار لدينا هنا صفرين وهنا صفر واحد 24 ألف الآن واحد في 3000 أي عدد نضربه في واحد يبقى نفسه واحد في 3000 ويساوي 3000 واحد في 800 نفس الشيء ويساوي 800 الآن نقوم بعملية الجمع نقوم بعملية الجمع عملية الجمع أي نجمع كل هذه النتائج أو هنا قال لي أحسبها أفقيا أفقيا أي 31 في 3800 ويساوي كل هذه النتائج نكتبها 90 ألف زائد 24 ألف زائد زائد 3000 زائد ثمان معه زائد ثمان معه ويساوي الآن سنقوم بعملية الجمع عملية الجمع 90 ألف تسعون ألف زائد 24 ألف زائد ثلاثة آلاف زائد ثمان معه ويساوي ثمان معه 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 ويساوي 7 أعلى لدينا 9 زائد 2 ويساوي 11 لدينا الآن نتيجة وهي 117800 ويساوي 117800 الآن أكملنا السؤال الثاني أو المطلوب الثاني الآن نكتب الإجابة ثمن الطاولات ثمن الطاولات هو ثمن الطاولات هو 117800 دينار دينار أو نستطيع أن نكتب دي آ الآن الثمنين الثالث أو المطلوب الثالث المطلوب الثالث هو أحسب ثمن الكراسي ببضع العملية أي عملية عمودية الآن ثمن الكراسي لدينا الكراسي أو العملية التي سنستعملها لحساب الكراسي هي 186 في 955 الآن نقوم بالعملية 100 أو العكس نكتب ثلاثة ونرفع الثالثة أو نحتفل الثالثة الأخرى لدينا 6 في 9 ويساوي 54 54 زائد ثلاثة ويساوي 57 الآن نضع نقطة الآن ثمانية في خمسة ثمانية في خمسة ويساوي 40 نكتب الصفر ونرفع الأربعة تصبح ثمانية في خمسة ثمانية في خمسة وساوي 40 والأربعة ويساوي أربعة وأربعون نكتب الأربعة ونحتفظ بالأربعة فوق التسعة الآن لدينا ثمانية في تسعة ثمانية في تسعة وسوى اثنان وسبلون والأربعة وسوى ستة وسبلون نكتب ستة وسبلون الآن نضع صفرين أو نستطيع أيضا أن نضع صفرين أو نقطتين الآن لدينا واحد في خمسة واحد في خمسة وسوى خمسة لدينا واحد في خمسة وسوى خمسة واحد في تسعة وسوى تسعة نكتب الإجابة ثلاثة زائد نقوم بعملية الجمال ثلاثة زائد صفر زائد لا شيء وايساوي ثلاثة لدينا خمسة زائد سبعة خمسة زائد سبعة وساوي إثنى عشر إثنى عشر والأربعة وساوي ستة عشر نكتب ستة ونرفع الواحد الآن لدينا 5 زائد 5 ويسوي 10 والسيتة وسوي 16 والواحد وسوي 17 نكتب السبعة ونحتفظ بالواحد لدينا الآن 9 والواحد وسوي 10 والسبعة وسوي 17 نكتب الآن سبعة عشر إذن النتيجة هي 177603 نكتب العملية الأفقية 900 وخمسة وخمسون في 100 وستة وثمانون ويسوي النتيجة هي 177630 177630 ماذا؟ D نارا أو D A نكتب الإجابة ثمن الكراسي هو ثمن الكراسي هو 177630 D A أو دينار جزائر الآن ثمن الكراسي هو 177630 دينار الآن لدينا إشرح في كل مرة لإجراء المستعمل هنا في أحسب بسرعة ثمن الصحون استعملنا عملية الضرب أو عملية الضرب أفقيا هنا نفس الشيء في الطاولات لحساب ثمن طاولات استعملنا طريقة التفكيك والمخطط وفي سؤال الأخير وهو ثمن الكراسي استعملنا العملية العمودية الآن لدينا أنقل ثم أكمل وصل الطلب وصل الطلب ها هو الطلب أنا أعد رسمها هنا ها هو ماضح لدينا الكمية نفس الشيء الآن نكتب الإجابة كم وجدنا ثمن صحون وجدناه 45 ألف دينار نكتب 45 ألف دينار الآن ثمن طاولات ثمن طاولات وجدناها وجدناها 117 ألف وثمان ما نكتب 117 ألف وثمان ما وأيضا ثمن الكراسي وجدنا ثمن الكراسي 177 ألف نكتب 177 ألف وستماء وثلاثون ها هي كتبنا الثمن الآن تبقى لي أن أحسب المبلغ المبلغ أي المجموعة هنا تبقى لي أن أحسب المجموعة لدينا المجموعة هو عبارة عن ثمن الطاولات أو ثمن الكراسي ثمن الطاولات زائد ثمن الكراسي زائد ثمن الصحون أي 117 ألف وثمان ومائة زائد 177 ألف وستماء ثلاثون زائد 45 ألف الآن نقوم بالعملية الآن الآن نقوم بالعملية الآن نقوم بالعملية 0 زائد 0 زائد 0 ويساوي 0 0 زائد 3 زائد 0 ويساوي 3 هدينا 8 زائد 6 ويساوي 14 نكتب الـ 4 ونرفع الـ 1 أو نحتبط بالـ 1 تصبح 7 زائد 7 ويساوي 14 والـ 1 ويساوي 15 والـ 5 ويساوي 20 نكتب الـ 0 ونرفع الـ 2 تصبح 4 زائد 7 يساوي 11 والـ 2 ويساوي 13 والـ 1 ويساوي 14 نكتب الـ 4 ونرفع الـ 1 تصبح 1 زائد 1 زائد 1 ويساوي 3 النتيجة هي 340 ألف و430 نكتب هنا المجموع نكتب المجموع هنا هو 340 ألف و430 الآن جملة الإجابة جملة الإجابة هي تكاليف تجهيز قاعة المطعم تكاليف أولاً عملية الأفقية هي 117 ألف وثمانمائة زائد 177 ألف وستمائة وثلاثون زائد 45 ألف ويساوي 340 ألف وأربعمائة وثلاثون أي تكاليف أي تكاليف تجهيز مطعم المدرسة مطعم المدرسة هو هو 340 ألف وأربعمائة وثلاثون دينار والآن لم يتبق لي إلا أن أشكركم فشكراً على المشاهدة نرتقي في فيديوهات شروحات أو دروس أخرى والآن إلى اللقاء